نقطة حلوة البداية دي أولاً الغضب ده نوع من أنواع المشاعر الطبعية واللي لازم نشعر بها زي ما بين مشاعر الحب والزعل والدهشة وإن أنا أرفانة من حاجة الغضب دي حاجة كويسة لأن كل المشاعر دي كويسة أو إن إحنا نشعر بها إحنا اللي بنتكلم عنه النهار ده يا عولا فكرة الغضب لما يبدأ يزيد فيخسرني زي ما أنت قلت إن الغضب لو أنا زاد عن معدل الطبيعي أو إن المعدل المقبول يبدأ يعملي خسارة في علاقاتي يبدأ يعملي خسارة حتى مع نفسي واحترامي لزيتي يبدأ يعملي خسارة لو أنا في المدرسة ومشاكل هو ده النوع اللي إحنا بنتكلم عليه طيب إيه أسباب الغضب أصلاً؟ يعني ليه أنا ممكن أتدايق من حد ده مثلاً لكن أوصل لمرحلة غضب اللي هو بخرج عن شعوري ممكن أعمل حاجات بعديها بساعتين أندم أقول يا ياريتني ما قلت كده ما كانش حق يد أنا لو هادي عمري ما كنت حيطل عميني الكلام ده إيه لي بيوصلني للنقطة دي؟ إن أنا بفقد السيطرة على تصرفاتي؟ إيه فعلاً كلمة بفقد السيطرة أول حاجة ممكن تبقى دي طبيعتي أنا ورست كده من أهلي وشفت كمان كده من أهلي إن هم ردود فعلهم فيها نوع من أنواع الغضب والعون في الزيادة عن اللزوم الحاجة التانية ودي بنشوفها في الولاد كتير بذات المراقين يا عودة يا عودة هتلاقيهم إنهم أسعب مرحلة أه الولاد اللي عندهم غضب زيادة وبالتالي ده بيت ترجم فعون في سفنكال لفظي أو بالإيد أو كده جوه نفسهم بيبقوا حسين إنهم ثقاتهم محدودة جداً يبقى حتى على التعبير المدرج اللي عندهم قولك أنا حسس إن أنا إلا هفية الولاد هتستهيفني فبالتالي عشان يحمي نفسه إن الولاد يبدأ يعملوا معاك يعني صوته ردود أفعاله عنيفة بزيادة عشان محدش يقرب منه ففكرة الثقة في النفس دي القليلة من أهم الحاجات اللي وراء ردود الفعل الغاضبة الحاجة التالتة والمهمة بذات لما بديك برشوية فكرة الضغوطات لو أنت عندي كذا حاجة بتعمليها في نفس الوقت ومشغولة بحاجات كتير قوي وانت مش قادرة تمنتين ده فبالتالي أي حاجة لو صغيرة هتلاقي نفسك انفجرتي فدي يعني دي ضمن الأسباب اللي تخلي حد ردود أفعاله فقد فيها على سيطرته على نار